ملفات كتيرة وملفات كتيرة مهمة وحبدأ بخبر زيادة عداد الجماهير ومش هسألك رأيك ايه فيها هسألك فكرتك شوية بأهمية الجماهير وقت محددة كنت بتلعب وقت ايه اللي كان ليهم تأثير كبير وفكرة تواجد الجماهير مش أمر كده يعني بسيط لا يمكن بيمثله كمان أكتر من 50% من مجريات المباراة وتأثيرها ما بنيجي نتكلم على عايزين جودة دوري وعايزين دوري حلو ودوري قوي عنصر من العناصر الأساسية هو عنصر الجمهور هو اللي بيعمل روح وهو اللي بيعمل حماس للعيبة تخيل انت طب ايه الفرق بقى بين التدريب والماتش صحيح يعني احنا كان الاختلاف زمان كبير قوي تدريب بيجينا مثلا احنا كنا في الستادي التتش انا وان دي واحنا متمرن زمان في الجيل بتاعنا ده التدريب كان فيه ناس يبقى موجودة صبح وبعد الظهر تلت تلاف اربع تلاف واحد في الستادي تدريب الماتشات لما كنا بنروح كده اول حاجة بنعملها بننزل قوض اللبس في الستادي بنفتح الستاير نبص على الجمهور لما بنلاقي مثلا اربعين خمسين الف ده بنقول النهاردة ليه قليل كده في حاجة نهاردة مش طبعية تخيالي طبعا متشات افريقيا للنهائيات والادوار المختلفة كان بيبقى فيه استادي كله مليان بيدي حماس وبيدي قوة التعبان بيحاول يدوس على نفسه عشان خطر الجمهور بنحمس بعض الصوت التشجيع صحيح عنصر اساسي من عناصر اللي هي بتزود حلوة الكورة وبتخلي الدوري قوي بدل ما تحس ان انت كده في تأسيمة يعني صح بتفق مع حضرتك جدا وفي نقطة بقى كمان اتكلمت فيها مبارح لما قلت هذا الخبر هي فكرة ان انا عشان ابدأ بقى اقول انا عندي عداد اكبر فيه الاستاد وبتدي اعمل الموضوع ده يبقى مشروع كمان فيه ربحية الاستادات الموجودة في العالم كله وحتى مش هبعد تحول في الامارات وفي السعودية هي استادات جاذبة جدا يعني بتروح تلاقي تشين للمطاعم موجود كافهات موجودة الحمامات شكلها يعني جيدة جدا كل ده بيفرق كتير جدا يعني ممكن يجيب عائد كويس واصلا التشينز اللي انت هتجيبها دي هتجيب لك انت ريفنيو برضو عالي هل ممكن نقول ان ده برضو مشروع قريب او يعني على مقربة التنفيذ مليون في المية ده مهم جدا جدا لان دي الخدمات دي يعني لا تقلق همية عن جودة صحيح انا بشوف كده الحقيقة يعني بنعد نعمل صيانة للملعب وللكراسي وللأعدات لكن فعلا الموضوع ده لان انا بحب دايما نروح الستاد على فكرة فواحد بيشوف يعني وبرا مصر وفي اوروبا واحد بيشوف بيبقى فيه اماكن يعني فعلا هي خروجة وبعدين عشان اخد الاسرة بتاعتي معايا ما لازم الاقي توالد كويس نضيف فيه كبار سن فيه اطفال طبعا حاجات مريحة حتى ممكن يبقى فيه سلالم حتى للكبار السن يقدروا زكاية كهربائية او حاجة تساعد رمبات للناس اللي طبعا اللي هم الاحتياجات الخاصة لازم يبقى فيه رمبات معينة محلات مختلفة اقدر اكل سندويتش اكل حاجة خلال الفترة الكبيرة انها بتبقى قبل المطش بفترة وبعد المطش ومدة المطش كل الكلام ده بيجذب الناس انها تروح بيستغلوها زي ما انت قلت انا راح اتفسح يوم استمتع بالمباراة واستمتع بالمكان نفسه نتخش بقى في التفاصيل نتخش في التقيم ايوه طيب نبدأ بالمنتخب ولا نبدأ بالاهل انا شافها نبدأ بالمنتخب نبدأ بالمنتخب طيب حلو جدا شفنا المؤتمر طبعا من يومين تحديدا وشفنا الكلام كمان والصحف كتبت ازاي وعلى فكرة انا بتابع كمان السحف العربية بتكتبيه عنه مش بحيط بس يبقى الوضع في الداخل يعني ناس كتيرة على فكرة متفائلة بتجربة كابتن حسام حسن وبيقولك اعتقد ان ده ربما عن طريقه يتعون مصر ليه الامجاد مرة تانية تحديدا فيه كاس امم افريقيا والرؤية اللي احنا نعرفها والمشهد اللي احنا نعرفه والقوة اللي احنا نعرفها على المنتخب مصر الفشل يمكن اكتر من مدير فني وبالنسبة اكبر اجانب ان هم يحققوا او يعيدونا تاني لها 14 سنة كتير قوي غياب و14 سنة دول فيه منتخبات عدتك بمراحل كانت يعني متأخرة عنك كتير فانت فين يعني كمنتخب مصر فين دايما الزكريات الحلوة اللي هي بتبقى علاقة بالازهان فالتجارب دايما الكويسة في الكورة هتلاقيها مع مدربين محليين بداية طبعا من الكابتن جوهري طبعا 98 وكاس عالم طبعا بوركينا فاسو طبعا وكاس عالم 90 وكابتن حسن شحاطة طبعا فيه السلسية اللي هي المتوالية اللي هي امم افريقيا والكاس القرات وكده احلى منتخب لمصر في الزاكرة سواء الجيل القديم او الجديد عارفين ان ده احسن صحيح منتخب في النتائج وفي الاداء وفي اللعيبة فدائما انت بتبص الحتة دي وخصوصا ان انت على مدار السنين اللي فاتت افريقيا اللي انت متربعة على العرش افريقيا من حيث حصد البطولات انت بقى لك 15 سنة أو 14 سنة حاجة محزينة جدا دائما يقول لك احنا اكبر عدد ما خلاص العدد حيروح وفي ناس حتزباقك فيه لو انت محلك سر مش حاجة تبقى فخور بيها ما هون تواقف وناس جاية هتحصلك وتعدي صحيح فطبعا من خلال الفترة اللي فات كمان مدربين اجانب كتير ما حسناش حد عمل حاجة سواء يعني احنا كمان بنقارن بينا وبين الناس اللي موجودة معنا في افريقيا وبالذات شمال افريقيا يعني شفنا المغرب والاداء المشرف في كاس العالم السن اللي فاتت وعدت بقى مرحلة المجموعات احنا بقان نقدي او كم مرة على مستوى التاريخ مصر رحنا كاس عالم ولما رحنا ما بنعديش طبعا دور المجموعات ودور المجموعات وخصوصا لو هنتكلم على اخر بطولة اللي هي كانت في روسيا ده لذي كانت صورة يعني سيئة جدا احنا مش عايزين بس نوصل يا جماعة احنا عايزين نبقى هنا كمان شكل لكرة المصرية ونعدي عندنا طموح نعدي بقى دور المجموعات ما نبقاش احنا بنخرج من دور المجموعات كده واسمنا بس وصلنا فكل ده يخليكي تفكري في ايه طيب فيه ازمة اقتصادية فيه فلوس كتيرة جدا بتدفع اللي اجانبا بيعملوش حاجة طيب يبقى المدرب المصري ما نقف جنبه ونساند نشوف جربنا كابتن حسام البدري وكان جربنا كابتن اهاب جلال طيب ما كابتن حسام حسان لازم ياخد الفرصة راجل تاريخه كبير اسمه كبير على مستوى لعيب الكورة وعلى مستوى التدريب وراجل كمان يعني يتدرب منتخبات يتدرب منتخب الاردن طيب مش هنقول ان الراجل ده بتاعه بس يعني اندية لا يعني يتدرب منتخب الاردن وعمل معهم نتائج كويسة طيب ليه ما ياخدش فرصته صحيح مع منتخب مصر خلال الفترة اللي جاية بس لو خد فرصته مع منتخب مصر معه حسام مش هعمل كل حاجة لوحده هو الأداء أو النجاح ما بيجيش من فرد حسام ده فرد واحد ضمن منظومة كبيرة راجل مدير فني لازم بقى معاه جهاز إداري على مستوى عالي لازم بقى معاه مجلس إدارة التحاد قوي عشان يسنده ونجحه لازم بقى فيه مساندة طبعا من وزارة الشباب والرياضة والدولة يعني كلام ده كله لازم بقى مشروع كامل مش هيبقى فرد بس إحنا جيبنا واحد ونسيبه بقى هو أصلاح حسام بيعرف يحمس اللعيبة ويقوم لا لازم بقى فيه مشروع مشروع لفترة جاية النقطة عندنا يعني دي وجهة نظري وحيقل اتطفق معي إن إحنا عندنا خوف من اتخاذ القرارات يعني ولما بناخد قرار ونلاقي فيه هجوم بنرجع فيه يعني فين تحمل مسؤولية قرار أنا خدت قرار في مسؤولية معينة أنا لازم أكون قدوا اللي مش عاجبوا يا جماعة ما عاجبوش لأن أنا في الآخر اللي هتحاسب مش أنت اللي بتنتقدني اللي هتتحاسب فلما كان فيه تجارب مصرية قبل كده أو محلية شفنا انتقادات كبيرة جدا ممكن تكون مش بمحلها وعلى أساسه أخدنا قرار بالإقالة حتى بشكل غير لائق تماما مع كابتن حسام حسن إيه اللي يضمن أن ده مش هيقرر مرة تانية أننا ممكن نلاقي انتقادات وعلى فكرة دوارد بحدش مثلا يفتجر أن التجربة من بدايتها لنهايتها هتبقى مردية يعني هتلاقي فيه مطشات مش بنلعب كويس هتلاقي فيه مطشات فيها أزمات وحتلاقي فيها مطشات كويسة فعشان بس نبقى دخلين فهمين إحنا دخلين على إيه فهي دي النقطة كابتن حسام حسن أكيد أكيد بلما هيبدأ حيلاقي انتقادات كبيرة جدا بس إيه بقى اللي ممكن هنا يحمي هذا الرجل بغض النظر هو مين من فكرة الإقالة مرة تانية وفكرة الانتقادات اللازعة مرة كمان والمعيار إيه يا كابتن حشيش يعني هل أنا بتكلم على أنا عايز مدير فني يطور لي الأداء ويعمل أداء جاية فني وتاكتك حلو حتى لو ما وصلناش زي تجربة كيراش ما هي كيراش حقق ده بالمناسبة ولا أنا عايز حد ما يلعب ليش وما يعمل ليش وما يطور ليش اللعيبة ومش مهم خلص أي حاجة بس يحقق لي نتيجة أنا عايز إيه بصي هدي مشكلة مصر خلال فترات الكبيرة اللي فاتت أو في مجالات كتيرة لازم نتفق إن الإدارة هي أساس النجاح أنا متفق مليون في المية الإدارة هي نمرة واحد لو في إدارة سليمة بعد كده خلاص كل حاجة هتيجي فنيات بقى حاجات تيكنيكا الحاجات ما عرفش إيه حاجات إيه بس الإدارة فالإدارة عليها أولا عشان تاخد قرار لازم قرار مدروس ما تاخدش أي قرار في أي وقت قرار مفعالي نتيجة مثلا لضغط جماهيري نتيجة للسوشال ميديا نتيجة للجمهور نتيجة 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 لا أنا باخد قرار على حسب الوضع اللي أنا في وعلى حسب الحاجة اللي أنا عايزها أنا عايز إيه ما أنا عايز الحاجة المعانة دي هجيب نهواند عايز الحاجة التانية دي لا يبقى نهواند مش تنفع أجيب كريم مثلا فأنا عايز إيه من المرحلة اللي جاية من خلال الظروف اللي أنا فيها وأنا هعمل إيه عشان الراجل اللي جاي ده أساعده صحيح خلاص خدت القرار وجيبت نهواند ادي بقى نهواند فرصة ادي فرصة بس حضرتك برضو عشان أديك فرصة مش هسيبها لك برضو عيمة كده لا ده أنا هتفق معاك على العقد حتى وإن كنتي مصرية يعني لازم أحدد في العقد يعني أنا مثلا شفت في المؤتمر بتاع حسام إن أنا ما ينفعش أبقى طرف تاني ضد مصر كميل وحلو وزي الفل بس أي عقد في الدنيا لازم له اشتراطات أنا جاي ابنه وانده عشان تحقق لي واحد اتنين تلاتة اربعة لو حققت واحد اتنين هخليها وما حققتش تلاتة اربعة هخليها تكمل عشان تحقق تلاتة اربعة لو ما حققتش ما فيش عقد كابتن حشيش حقدة ركتب فيه إن أنا استرعيت المدير الفني الفلاني لتحقيق أربع بطولات وإن لم يحقق هذه البطولات سيتم إقالته يعني ما فيش بندة قدر أكتبه كده بس لازم أوصل لحاجة معينة ما أنا جايب مثلا المدارب الأجناب اللي جدا قال له إحنا أصنعنا عقده ومتد لستة وعشرين طيب لو أخفق خلال الفترة يبقى ما أعمل بندة اللي هو يحق للطرف الأول مثلا فسخ العقد في الوقت اللي هو يراه مثلا مع الإخبار أو الإختار قبلها بكذا والأسباب لأننا بس بيبقاش في شرط جزائي بقى لا مقاش في شرط جزائي طبعا مش زي ما حصل فينا طبعا وسيبها عيمة كده وأنا أبقى عنطر وأعمل عنطر وأم دافع بقى ودي قرار ومشايل البلد كده لا ما هو لازم كل حاجة تبقى مرتبط عاجبا أنا مش عارفة شرط الجزائي ده مين اللي حطوا أنا مش عارفة ومش أي شرط جزائي ورقم يوجع ولو عزوما كان ماشي يا كنا نعزبوا احنا احنا كفزا بطانضح إنما أرقام كبيرة بظل الزنوك وظل العملة الصعبة وكده عشان كده اللي بقول لك لازم بتبقى كل حاجة يعني مدروسة ومرتبطة حسام أنا عايزة أجيبه خلال الفترة اللي جاية عشان الوقت اللي احنا فيه عشان يوصلني في التصفيات بتاعة كاس العالم وفي نفس الوقت أمم إفريقيا اللي جاية اللي هي هتبقى قبل كاس العالم بالمناسبة طيب لقيت خلال الفترة دي ما هو أنه لازم برضو قدي مساحة للشغل للراجل المدير الفني بس لازم برضو يكون في حد يحاسب أو مش يحاسب بمعنى يعني يبقى يتابع عارفة المتابعة ما سبكيش انتي تبقي بعيد خالص يعني أنا لما جي ألاقيك مثلا عندك حوالي خمس ستة ماتشاط عملتيهم وما فيش تحسن في الأداء سيك من نتائج تحسن في النتائج ما هو الأداء ده المطلوب يعني وريد ديري كراكي لما جيه بالزبط ابتدى ازاي تعاو نرجع لورا شوية أول ما ابتدى تكلف بي المنتخب منتخب المغربي معلش كان فيه أسماء بس هو ما كانش كل المستويات الفنية جيدة وحتى ما كانش فيه كامستري وقتها كان باين أو في النتشاط في الأول طبع وناس كبار وناس صغيرة وناس كذا فهو قدر يولف ده وقدر يطور ده اللعيبة فده النجاح اللي وصل ليه الريكراكي فبالتالي وأصبح المغرب فعلا المنتخب يتحلف بي يعني ده اللي احنا بنطالب بيه هشكنا سألتك أنا بدور على فنيات تتطور ولا بدور على نتيجة وخلاص أنا بدور على الاتنين بس أنا أستحمل النتيجة شوية لو لقيت أداء بيتحسن يعني لو لقيت أداء بيتحسن النتيجة هتيجي إنما نتائج بدون أداء وبعدين مهانة على الحسب مهانة ما يبضلش ألعب مع فرق متشاط ودية فرق تعبانة وقال نتائج مكسرة الدنيا وبقى فرحانه يا جماعة تعسين منه وإيه ما بيكسب لأ عشان كده لازم اللي بيتابع الجهاز الفني وبيتابع المشروع بتاع حسام لازم يكون ناس على مستوى فني عالي مش مجرد أعضاء مجلس إدارة بس ما همش علاقة بالكورة عشان كده لا أنا ما اتفق معك طبعا كابتان عشيش هاخد من كلامك واروح بقى ليه المعسكر بتاعنا وهروح للمباراة الودية أو البطولة الودية في الإمارات بداية كده خلينا نقول الخطوات الأولى تحت قيادة حسام حسن ليه المنتخب أهي بدايتها بتشوف ده إحنا ماشيين كده صح ولا ماشيين إزاي هو بصي يعني هو حسن ملوش دخل بالموضوع ده لأنه جي لقى الاتفاقات معمولة ده مسبقا بس هو حيباليه دور بحيباليه دور طبعا أهم حاجة أو أهم دور له في المرحلة دي اللي هي كانت باينة قوي آخر فترة اللي هو الاختيارات اختيارات العناصر اللي تصلح تلعب منتخب مصر ما بين عناصر محترفة برة وما بين لعبة محلية وهل أنا خلال الفترة اللي جاية لأن كاس العالم اللي أنا التارجد بتاعي ده 26 بتكلم على سنتين فأنت السنتين دو ممكن يعني تكتشف الدينة الشقلب وتتنطط وكده وفي اللي هيكمل معاك وفي اللي هيصعب هل أنا من دلوقتي عايز أبتدي أغير دماء الفرقة وجدد العناصر وانزل بمستوى العمري للعيبة تحت شوية عشان يقدروا يكونوا في التوب فورم في 26 ولا أنا مستني مرحلة أولانية من اللي موجودين يعدوني التصفيات بتاع كاس العالم ويبقى بدايتي بعد التصفيات دي قبل أمم إفريقيا اللي جاية بحيث أن أنا أمم إفريقيا اللي جاية 25 هي اللي تبقى خلاص بقى بداية يعني تثبيت الفريق اللي هشارك في كاس العالم بعد كده استراتيجية وفكرة لسه مش هتبقى واضحة فعلاً دلوقت بزبط كده طيب أنا عشان أساعد حسام أعمليه برضو أنا عشان أساعد حسام لازم أعمل دوري قوي دوري منتظم لازم العناصر إنجاح البطولة الدور اللي هي المحك الرئيسي بالنسبة حسام في الاختيارات لأن إحنا مش من البلاد اللي عندنا حوالي مثلاً أربعين خمسين واحد محترف إحنا من البلاد اللي لسه بنتحسس الاحتراف عندنا هما لما تعديهم كده تليهم خمسة ستة بالعافية واحد ناقص واحد زايد بالنسبة للفرق التاني للمنتخبات التانية ده عدد قليل جداً فيبقى الأساس عندك في قوام المنتخب إيه؟ دوري محلي طيب ما هو الدوري تأجل برضو على فترة تين دولتي عايزين نرجع للنقطة دي ورأيك برضا وجهة نظرك كابتن حشيش في فكرة أنا مارس كمان ويونيو طبعاً طبعاً هي مشكلة مشكلة لأن طبعاً الأمم الأفريقية عطالت الدنيا لأن فيه أندية من اللي بتلعف الدوري المحلي فيها لعيبة كتيرة في المنتخبات التانية الأفريقية زي النادي الأهلي عنده أكثر من اللعيب فبرضو بيرامتز كازا نادي فحصل برضو بعض التأجلات اشتراك النادي الأهلي هو أسان متأجله في الدوري وبعدين عنده برضو في الدوري مجموعات إفريقيا مباراة يطلق وراء بعض يعني كان عنده المباراة اللي فاتت الشباب بالوزداد الجمعة اللي فاتت بر مصر وعنده مديامة بر مصر ومجمعة طب هيلعب إزاي؟ هو ملحقش ييجي عشان يريع عشان يمشي فغصبا عن المسؤول بتاع المسابقات طبعا الحاجة عامر حساني لازم هيأجل لأن اللايحة صريحة في الحتة ده غير الإصابات كمان اللي عندك بعد عودة اللاعبة يعني ديانجل واحده هنتكلم بقى على النادي الأهلي وهندخل بقى في النادي الأهلي عايزة دخولي في النادي الأهلي والمتشاط أمان هذا اللي هنعمله بس فاصل سريع جدا وحنرجع نستكمل أكيد حوارنا مع كابتن حشيش خليكم معاني رحبا حضراتكو حدثنا لسه مستمر خلينا بقى نروح للنادي الأهلي احنا كنا ختمنا كلامنا قبل الفاصل عن نادي الأهلي طيب نادي الأهلي تدى وشباب لزداد زي ما كنا بنتكلم المباراة حقي وقال لم تكن فنيا الأفضل وقلنا أسباب ده إيه وخلاص كلمنا في هذه النقطة بس المهم اللي جاي لأن ده اللي أنا ببني عليه كابتن حشيش مرجت نظرك العودة مرة تانية ولسه فيه تحديات كبيرة جدا يعني محليا وإفريقيا وعالميا خلينا نقول أنا دلوقتي مطلوب مني كمارسل كولر إن أنا أعمل إيه في ظل طبعا للصعوبات الموجودة والإصابات اللي عندي والغيابات اللي عندي والضغوطات اللي هي مستمرة بقالها معانا سنوات يعني بتتغيرش هذا الرجل ومع اللعيبة مفروض الصرف إزاي مقارنة برضو لو نرجع بالنستالجوا شوية ليه طبعا مع الفارق طبعا في الظروف لوقت حضرتك كابتن حشيش هو المقارنة صعبة لسبب لأن احنا وقتنا ما كانش فيه الضغط خالص كم المباريات كان يعني أولاي القوي طبعا الدور العام كان 12 فريق أنا هو أنا تكلمي على 22 مباراة دور أول دور تاني ده قبل بعد دخول أنديت الشركات والحاجات اللي زي كده وضخ رأس المال لا ما أنا فهم شو من زمال أوي يعني عشان في الثمانينات كان 12 فريق 11 مباراة دور أولين و11 دور تاني كاس مصر بس بطولة إفريقية واحدة أبطال كؤوس حد يخش فيها وأبطال دوري فقط لغير لا في بقى دورة عربية بطولة عربية ولا فيه سوبر مصري ولا سوبر إفريقي ولا كذا تبدو ضر ولا نفع يعني المنظومة مع الأعداد الكبيرة والبطولات المتزايدة ضر ولا نفع بمنتصر هو طبعا مع دخول الفلوس في المواضيع لازم يلاقوا كل الإدارات أو كل الاتحادات تلاقي مسابقات تطلع فلوس ويجيب الناس دي عشان اللي كورة بقت سمار دلوقتي فيها فلوس دخل أو خارجة ما كانش حاجة خالص احنا كلنا كنا هواية يعني البطاقة بتاعة تهد الكورة كان مكتوب فيها فلان فلاني لعب صفته هاوي فيش محترف يا بجد ما كانش فيه احتراف وكان العقد ده هو بيعتبر مش عقد فيش عقد بينك وبين النادي هي استمرأ مضيطيها وانت صغيرة لغاية ما تبطلي انت خلاص ملتزمة إلا إذا النادي مشاكي فكان العملية يعني هواية في هواية وكان فيه بدل انتقال فيش بقى حاجة اسمها النادي يدفع كذا ومش كذا كلام ده ما كانش موجود فطبعا دلوقتي قصة اختلفت بقى فيه احتراف بقى فيه فلوس كيرا جدا جدا فيه ميزانيات كبيرة جدا للأندية عشان طبعا تقدر تجيب لعيبة محترفة تقدر تدعم تقدر تنمي تقدر تجيب أجهزة فنية دلوقتي ما بقاتش يعني النادي يعني دلوقتي بيستحمل حاجات أو يعني علي عقب كبير اولا مش فكرة بس والنادي الاهلي مثلا كان طول عمره بيجيب مديرين فنين للألعاب التانية على العاب الصلاة كانش فيه كلام ده خالص خالص دلوقتي عند الكرة طايرة سلة يعني كله كله حاجات كتير جدا جدا انت بتصرفي فيها وبجيب العيبة محترفة وأجهزة محترفة لأن انت برضو وعندك طموح فيها وليك تاريخ واسم وبطولات وحاجات من دي فهنرجع لمرجوعنا كولر ده طبعا غلبان دلوقتي لأن كمل كمل مباراة كولر غلبان غلبان طبعا كمل مباراة كتير جدا جدا مع كمان مباراة المنتخب وأصعب حاجة على المدير الفني نكتخذ منه أحسن العناصر توديها للمنتخب ويفضل يدرب فيه العيبة الباقي اللي موجودة بس ده كل المنتخبات الأخرى أنا معاك بس أنا أصدق أن الفترات بتزيد ويجي مثلا يعني إحنا جي فكرة مثلا فكرة أيام الكابتن جوهري زمان ما كان فيه ضغط ما جيش طبعا زي الضغط اللي موجود اليوم من ده الخنبوريات حاجة خفيفة يعني كملوا الدوري بدون الدوليين كان اقتراح من الاختراحات دلوقتي ما ينفعش السكواد وقتها كان إيه بقى ما هي دي النقطة كان حاجة تانية خالص غير دلوقتي ما ينفعش تقولي إننا دي الأهلي هتكمل بطولة الدوري من غير اللعيبة الدولية ما ينفعش هكمل إزاي أنا عندي كم لعيبة لأن أنا دلوقتي يعني 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 عندي لعيبة كتير جدا جدا لعيبة دولية فما ينفعش إن أنا هكمل دوري ومسؤول إن أنا لازم أخذ طولها وعندي سبونسور معايا وعندي كذا وكذا فالقصة كلها اختلفت كل اللي هيعملوا كولر إزاي يقدر يعني يواكب القصة دي ويتأخلم مع الموضوع ده في تجهيز اللعيبة عشان كده بنقول إن احنا التلاتين لعيب اللي المفروض يبقوا متسجلين في القايمة ما يبقاش فيه أي مجاملة فيها خالص يعني معنا كلام حضرتك إن كان مجاملات موجودة أكيد في بعض المجاملات أمش يعني لعيب برضو خدم النادي الأهلي فترة كبيرة فيقول لك يلا ومثلا عنده إصابة كافة إنه تمنى إنه هو يحاول يرجع دلوقتي فيش كلام ده خالص خلاص بق لأن المركز المركز كمان محسوب صح المركز محسوب عليك فلازم يكون السكوات بتاعك كامل كله أقدر بحيث إن الراجل يوزع الحمل بتاع المباراة مع بعضها دي على اللعيبة الموجودة ماقدرش يتحمله حوالي مثلا 16 لعيب والبقيين اللي مصاب واللي مرايح شواء واللي ما بلعبش منفعش ومقاش فيه كلام ده أنا عنتي السؤال هو هل شرط إن اللاعب المحترف يكون أفضل من اللاعب المحلي يعني بمعنى لو أنا عندي مركز معين واللاعب المحلي من النادي المحلي أنا كمدير للمنتخب دلوقتي شايف إن اللاعب ده كويس جدا في المركز ده والمركز ده هو المركز بتاعه نفسه اللي بيلعب فيه المحترف الفلاني هل أخذ الرزق عشان ده المحترف فأنا لازم أحطه في المركز وأشيل وأستغنى وده حصل على فكرة طبعا كلامي واضح طبعا شوف أنا كلامي شوف أنت شريرة أنت شريرة ومن غير ما حد يقدر يمسك علينا حالي ولا حد عارف نتكلم علي والله أنا أعملي أخفا أنا ممكن أقول أنت تتكلم علي والله أنا ممكن أقول أنا فهل ده صح ولا أنا في الأول وفي الآخر بشوف أفضل العناصر بغض النظر عن محلية أو دولية يعني طبعا نجي ناخدها من الأول أنا أساسا يعني أجيب اللاعيب المحترف ليه في فرق وأضمه لفرقتي لازم يكون المركز بتاعه اللي أنا جابه فيه يكون أحسن من اللاعيب المحلي مرتين على القل ده طبيعي يعني الفرق يكون واضح اللي يخليني أجيبه ويحجز مكان في الفرقة وأتفعله بالعملة الصعبة وأدي له فلوس قد كده الأمارة يعني تفهمها لازم يكون فارق عن اللاعيب بتاعي ما ينفعش حتى يبقى زيه ما ينفعش لو زيه ما يجيبوش أفضل باللعيبة المحلية ليه كمان لأن كتر كمان اللاعيبة من بره المحترفين من بره بتأثر على مراكز معينة في المنتخب لما يكون الدور المصري كله راسات الحربة كلهم محترفين طب أنا هدور على راس حربة لمصر منين إلا بقى إذا كان واحد زي مصطفى هو أزازة محترف بره مصطفى محمد إنما هنا طب هجيب الزقم هو في بيحصل الكلام ده صحيح زي ما خدوا قرار إنه واندف فترة من الفترات إن ما ينفعش اللعيب المحترف أو الحارس المرمى يبقى لعيب محترف لازم يبقى محلي عشان حراسة المرمى وصلت لفترة من الفترات برضو كان فيها ممكن تتأثر وده مركز واحد بقى غير كده كمان مركز حراسة المرمى المفروض الجون الكويس بلعب على طول ما بتغيرش اللعيب المتصاب إنما اللعيبة مفترض إنها ممكن تغيري إنما لو واحد بقى جبتي حارس مرمى محترف من بره مش هتلاقي في الدور المصري للمنتخب المصري فأنا عايز أقول لك إن لازم يبقى فيه يعني الاحتراف زي ما هو فلوس وزي ما هو فيه حساب عسير يبقى برضو الاختيارات والحاجات دي يبقى فيها برضو صحيح مفيش عاطفة فيها أنا بتطفق أقول مفروض ما يكونش فيه عاطفة طالما الموضوع عليه علاقة بشغل بروفاشنل العاطفة الكلام ده بعد ما نشتغل لكن الشغل ما فيهوش عواطف ده اللي أنا عرفه لو أنت عايز فعلا تشتغل بطريقة محترفة عندنا في مصر للأسف للأسف إحنا شعب عاطفي بطبيعته ما وده غلط طبعا غلط ما استضامنا بقى بالاحتراف الاحتراف ما فيهوش عاطفة الناس بره بتشوف لعيب وكان ابن النادي وكذا كذا وصل لمرحلة لأنهو تعب لا خلاص ممكن بقى مثلا لو هو مؤهل مثلا أهله في حاجة تانية يخش في الإدارة يخش إنما يلعب ويحجز مكان لعيب أنا محتاجه في ظل الضغوطات من المباراة دي ما ينفعش هرجع لنقطة كولر وهكلم حضرتك بردو كابتن حشيش عن القايمة الوقت أنا دايما كنت بس مع عندنا مشكلة في المركز الفلاني عندنا مشكلة في نواقص في السكواد دلوقتي القايمة موجودة وسكواد أعتقد جيد مع الصفقات الأخيرة للنادي الأهلي اللي انضمت من وجهة نظرك هل كده لا يقدر نقول أن كولر مكتفي بالقايمة بكل المراكز ولا لسه عندنا نواقص في بعض المراكز ما زال الموضع محتاج أو فيها صفقات ربما إحنا في حاجة لها يعني من وجهة نظرك أنا مش من أنصار حتة نقص إحنا عايزين نجيب حد من بره لا أنا طالما لعيب عندي وحطيته في القايمة بتاع الفريق الأول للنادي الأهلي يبقى أده ده لازم يكون على مستوى عالي جدا جدا ممكن يكون نقصه مثلا 10% دوري أنا كمدير فني إن أنا أزود له 10% دول المسم الأولاني بتاعه ده لما يطلع من تحت الفوق للفريق الأول وما كملش 10% ده في خلال المسم الأولاني لا مش عايزه يبقى مش عينفعني يعني تفهمت زي لازم يبقى فيه نوع من أنواع القرارات الجريئة اللي تواكب الاحتراف واللي تواكب طموحات النادي الأهلي في البطولات في حصد البطولات النادي الأهلي كل سنة عنده تحديات كبيرة جدا جدا في أنه عايز بطولة إفريقيا عايز كاس عالم لأندي ما بقاش دلوقتي يجيب فيها مركز لا ده أنا عايز أخد البطولة طموحي دلوقتي كذا البطولة الجديدة الافريقية اللي معمولة بتاعة النخبة لازم برضه أنا أخد البطولة يعني أنت فهمت زي في حاجات كتيرة جدا جدا لازم النادي الأهلي يعني يحصل عليها وده اللي بزود سعر النادي الأهلي وبيزود الاسبونسور وميزانية النادي الأهلي ومرتبطة بحاجات مادية كتيرة فإذن لازم اختياراتي تبقى على مستوى الطموحات دي التعامل يبقى كاد وتعامل مع المدير الفني وتعامل مع اللعيبة وتعامل مع كل فرد أو كل عنصر في منظومة كرة القدب ينقصنا حاجة واحدة صغيرة وده على كل المستويات من جباس محليا ولا على المنتخب على كل المستويات ينقصنا وأعتقد زمان ما كانتش موجودة زي دلوقتي فكرة التذبذب في الحكم على الأشخاص وعلى اللعيبة وعلى المديرين الفنيين وغيره إحنا بنحكم بالقطعة وبنحكم بالمطش وده غلط تماما لما تيجي تحكم وتصدر حكم على حاجة لازم تكون بيزد على تاريخ بيزد على وقائع كتيرة مش بس على القطعة فإحنا عندنا مشكلة في دعش كده أنا بلمح تاني وهرجع لنقطة المنتخب بحدش يتوقع أن كابتن حسام حسن من أول يوم حيمسك المنتخب حتى في الوديات النوع يكون الأرواع ممكن في الوديات تلاقي لعب كمان مش حال أقول لك على حاجة مش عايزين نقرر نفس الأخطاء بنعملها سيئة أو في مصر سايبين سايبين الحكم على الأشخاص أو على المدربين أو على الحاجات دي للدنيا كده اللي حوالينا سوشيا الميديا صحافة إعلام كذا يعني محدش مشوفتش مرة مسؤول مسؤول عن حاجة معينة بعد حدث معين أو مباراة معينة أنت كسبتي تلاتة مثلا تلاتة طلع قال النتيجة يا جماعة دي ما تدلش عن الأداء الأداء كان مش كويس ما قدناش الغرض من المباراة دي في ضعف في الفرقة التانية عشان كذا كذا برغم أن أنت كسبانة تلاتة لا كسبانة تلاتة هي والدنيا حلوة وكسر الدنيا وبدور فن القدير فلان فلاني واللي هيعمل كده وهكسر الدنيا ما فيش عشان كده احنا بنسيب القصة للجمهور الجمهور طبعا بشعل مع النتائج الجمهور له الحق أنه هو يقول اللي هو عايزه لكن أنا كمسؤول ما ينفعش أتأثر لا بالإعلام ولا بالجماهير ما احترامي لينا احنا حتى كإعلام بس على الأقل أقدر أحد من الاتجاهات دي لما أنا كمسؤول أطلع أقول على فرقتي كده أنا في اتحاد الكورة أو أنا في النادي الأهلي أطلع أو مدير الكورة أو يطلع يقول الكلام ده هخلي الجمهور شوية بشوية يعني يبقى فيه تواصل أكتر يبقى فيه تواصل أكتر ما سيبش الدنيا تشعلل في اتجاه ما أعرفش ألمه بعد كده صح يعني انتفاق معاك لازم أطلع أوعي الناس على الأقل يدافع عن المدير الفني ده مهم جدا الله ينور عليك بس يدافع بكل أمانة مش صحيح يدافع عشان هو شريك في الغلط لا 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 يعني أنا مثلا فلان فلاني النهاردة الأداء ما كانش كويس بس مالوش عزر موضوع الإيجاد مفيش عزر الإيجاد بس لازم يبقى فيه توفير للحماية ولو احنا هنتكلم تحديدا على مستوى المنتخ ده أمر لابد من لأن خط أحمر بقى يعني دي بتمثل مصر يعني خير والله خير أنا حاسس كابتن محمد حشيش نورتنا واللايك العادة طبعا قراءة جميلة شكرا جدا مشكور حضراتكم على متابعتنا النهاردة نشوفكم بكرا إن شاء الله